من حاز العلم وذاكره صلح الدنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته وهنا مسألة يسأل صاحبها وفقه الله تعالى عن طريقة تعلم مسائل الاعتقاد والفقه لنفسه ولأهلي ولأهل بيته وجواب عن هذا أقول أما ما يتعلق بالفقه فقد سبق الجواب عنه وأما أمر الاعتقاد فإن هويئ للسائل ورفقه الله تعالى إن هويئ له شيخ سني يعلمه ويقرأ عليه كتب السنة فليلزمه وليقرأ ما يرجحه هذا الشيخ له أما إن كان يقرأ لوحده فليقرأ كتب علماء السنة والكتب المصنفة بناء على الأثر وإذا استشكل معه شيء في هذه الكتب فليسأل من يثق بدينه وعلمه ومن هو معروف باتباعه للأثر وتحقيقه للتوحيد ومسائل الاعتقاد ظاهرة فإن وجد إشكال سيكون قليلا ونادرا في بعض المسائل الدقيقة أما مسائل الأصول فهي ظاهرة بينة ولله ولله الحمد والمنى وقد ذكر بعض أهل زماننا تسبيعا لطيفا لكتب العقيدة لم أغير فيه شيئا إلا كتابا واحدا فذكر بعضهم الكتب السبعة في الاعتقاد التي يبدأ بقراءتها وعموم مصن في هذه الكتب هم من علماء السنة هذا حال عامتهم فذكر كتاب السنة للحافظي أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد وكتاب السنة لجامع علوم إمامنا أحمد أعني أبا بكر الخلال وكتاب الشريعة للشيخ الفقيه شيخ الحجازي أبي بكر الأهجري وذكر كتاب الإبانة الكبرى للشيخ الفقيه العابد أبي عبد الله بن بطة ثم كتاب أصول اعتقاد أهل السنة للفقيه الشافعي وعلم السنة في وقته أبي القاسم اللالكائي مع كتاب ذنب الكلام للحافظ المعروف والمفسر المشهور أبي إسماعيل الهروي وأخيرا أضفت على هذه الكتب كتاب شرح السنة لإمام وعلم أصحابنا في زمانه أبي محمد البربهاري فأرى الابتداء بهذا الكتاب لاختصاره وسهولة عباراته وكون ما فيه من الأصول هي أصول مجمع عليها عند أهل الحديث فقد ذكر المصنف ما اتفق عليه أهل القرون الأربعة في هذه الرسالة ورسالته فيها بيان لكثير من مسائل الاعتقاد التي يكثر فيها الخلط اليوم بين مدعي السلفية وبين من يزعم الاتباع للأوائل فأرى البدء بهذا الكتاب ثم هذه الكتب الستة كتب نافعة جدة فيها بيان اعتقاد أهل السنة ومن أحسنها ترتيبا للأبواب كتاب السنة أصول اعتقاد أهل السنة لإمام القاسم لا لكائم ومن أحسنها شرحا وكلاما وبسطا للمسائل وتعليقا على الآثار من أحسنها كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري ثم يليه كتاب صاحبه وتلميره أبي عبد الله من بطة عن الإبانة الكبرى ومن أحسن هذه الكتب بيانا للطريقة العامة في أخذ الدين كتاب دم الكلام لأبي إسماعيل الهروي إذ فيه بيان طريقة أهل السنة في الاتباع وبيان من أين يأخذون دينهم وكتاب السنة لعبد الله والسنة لصاحبه الخلال كتابان نافعان جنيلان جدة فهذه كتب الاعتقاد السبعة التي يبدأ بها والتي من أتقنها يكون إن شاء الله تعالى محققا فعارفا فاهما لاعتقاد أهل الحديث فإن سار عليه كان من الموفقين ومن أهل الفلاحي إن شاء الله تعالى المراد هذه الكتب السبعة هي التي يبتدوا بها إن وجد شيخ سني ليعلمها ويشرحها كان خيرا على خير وأن لم يوجد فعلى ما سبق ذكره هذا والله أعلم